اشتركوا في القناة جدو تيتا رفقات بس وقف لحظة وينك انت من بين هالتعدادات حتقول بينك وبين حالك ايه ما انا بحب حالي بس ما ضروري احكي انا وعدد الباقي لا ضروري اول جواب لازم يكون انا حب حالي اكتر من ماما وبابا ايه اكيد لم نخاف ان حب حالنا اكتر من اي حدا مع انه مش غلط ما بتكون عم تأذي حدا ولا بتخاف يقوله عنك ييه هذا انانية ونيرجيسية وهالمسميات الغبية حب الزات اهم شي بالحياة اذا مش قادر تقدم الحب لحالك كيف حتقدمه لشخص تاني او كيف اي شخص بده يحبك اذا انت مش قادر تحب حالك حب الزات بيعطيك القوة بيكفي لما تفوت على اي مكان ما بيهمك كيف الناس حتشوفك لان عندك الثقة بحالك انك شخص ومش ناطر تقييم ولا بيهزك رأي الناس فيك لاحظ بالتجمعات الشخص اللي بيحب حاله ما بيدور ليلفت انتباه حدا بعكس الاشخاص اللي ما عندن ثقة بحالهم انه شوف شعري زابط ولا لا الفستان لا يقع لي او بعرف حالي مش زابط اليوم لا يسمعوا كلام مدح يعزز الثقة شوي عندن تذكر ان عدام الثقة صاخب اذا عم تدور عشريك حياة وانت هيك انسى ما حدا بيفضل يكون مع شخص ما بيحب حاله وعنده شعور بالنقص دائما او حتى استحقاقه منخفض اكيد سامعين بالاستحقاق يعني لحتى يكون استحقاقك عالي لازم ما تشوف اي شيء اعلى منك اذا رب العالمين كرم الانسان فوق اي مخلوق على الارض انت بتستحق تحب وتنحب بتستحق الاهتمام والغنى وتعيش علاقات صحية وتكون انسان سعيد وصدقني لما تقتنع انك بتستحق هالشيء بيتجلى بحياتك وتذكر دايما انك تقدم لنفسك الافضل كيف لما تحب حدا وبتسعى بكل طاقتك ليكون سعيد ومرتاح تعامل مع حالك بنفس الطريقة انت بتستحق اكتر من اي حدا وكل فترة اسأل حالك هل انا بحب حالي بشكل كافي ولا تقبل باقل ما بتستحق لا تقبل حدا يتعد حدوده معك وما تقبل باي كلمة او معاملة سيئة او تكون مع اشخاص توكسك برجع بلكن حبوا حالكن اكتر من اي حدا تاني وما في شي كتير عليكن ايه رجعوا جاوبوني من اكتر خمس اشخاص بتحبون وما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب والاهم believe in yourself